موسيقى ماذا نبدأ هذا الحوار إذا أريد أن أعوده من الأول من الأول والذي لم يتحدث نجو من الأخر الأخر هو أن وزارة العدل أعلنت في خطوة ثانية على البناء على المقترح تنظيم المحامات أو تنظيم المحامات يوم تسعود يوليوز رفض مطلق ترقب الشارع كيف ممكن توضع نفس الصورة من الأحداث هذه كلها؟ أولاً سننطلق من جوج المنطلقات الأساسية أولاً بالنسبة للطلبة الذين قاموا بأشكال نضالية جعلت الحكومة تستجيب لهم ولمطالبهم مئة بالمئة ولو أن الحكومة يعني لوت دراع القانون ولم تحترين مبادئ العمل المؤسسة أو الحكومي لكن هنيئاً لهذه المجموعة للطلبة على اتزاعهم لهذا المكتسب وحبادة لو كانت نسيجامية الجسم المهني كسبعتاش الهيئة وثمنتاش الالف المحامي ومتين وثلاثة وخمسين أو أكثر من المسؤولين المهني أن هم تزعق كذلك حقوقهم بنفس الواتيرة هذا من جهة من جهة ثانية أن الحكومة مرة أخرى أخطأت في حق الشعب المغريبي وفي حق هيئة الدفاع وفي حق مؤسسة الدفاع وفي حق فلسفة الدفاع لو أن تدخل مؤسسة دستورية اسمها الوسيط تدخلت في ليل وتفاعل معها بقدرة قادر رئيس الحكومة شخصيا وبعد ذلك قرر وزير العدل لإنجاز انتحان الأهلية الجدير بالذكر أو الأصلح هو أن لما رئيس الحكومة تدخل شخصيا في مسائل متعلقة بالدفاع في خرق سافري للدستور والقانون لا بأس لأننا نعلم أن الدفاع مستقلة بمقتضى القانون وشؤونها ويعني تدبيرها يرجع اختصاص أصيل السادة النقباء أو الأعضاء المجلس أو المجالس بمقتضى القانون وإن توسعنا بمقتضى الفلسفة الدستورية وكذلك المواتق الدولية التي تدافع على 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 الدفاع فرض فعلي السيد وزير العدل في هذا الباب كان هو إلغاء الامتحان الأصلي نظراً لأن السيد الوسيط والسيد رئيس الحكومة أبلغوا الشعب المغربي والرأي العام المهني والوطني على أن فعلاً كانت هناك خروقات في الامتحان وهذا ما قلناه من داخل المؤسسة المهنية وبكل أمانة وقد أدينا التمن من حيث الإنسجامية وأدينا التمن من حيث حتى يعني لن يعني لن أفصل في ذلك فهذا هذا هذا المقطة هذا الإجراء الذي قام به سيد وزير العدل في إحداث انتحان آخر هو إجراء إضافي ينضاف على سجيل الخروقات القانونية والدستورية التي ابتدأت منذ تحمل هذه الحكومة الهجينة المنبطقة من انتخابات يعلم بها الجميع أنها كانت فاسدة من حيث استمالة الفقر للطبقات الهشة ومن حيث المحاضر الغريبة ومن حيث إلى آخرين نتائجها يمش بها وهذا الآن يؤدي التمن الشعب المغربي يؤدي التمن لا من حيث غلاء المعيشة يؤدي التمن بهذه الإجراءات فكان على هذه الحكومة بعد بلاغ سيد رئيس الحكومة و تدخل الوسيط ونحن نعلم أنها ما لاحظتكم على تدخل الوسيط نعلم أن هذه المؤسسة الدستورية المحترمة وفيها رجالات قانون قامات كبرى في البلد يعني نحنك رجال قانون نشيد بعطائهم الفكر والقضاء والمهن إلى أخيره ولكن نعلم جميعا أن مؤسسة لم تتدخل في شؤون كانت أفضاعة من قضية انتعان المحامة هناك أطباء ضربوا في شريع العام لم تتدخل مؤسسة الوسيط هناك أساسد متعاقدون لم تتدخل مؤسسة الوسيط لم تتدخل مؤسسة الوسيط هناك جنود حراسوا تراب الوطن ولم ينصفوا من حد حقوقهم المدنية ومرابطون أمان البرلمان في إساءة لصورة البلد ولم تتدخل مؤسسة الوسيط لكنها تدخلت يوم أحد في التفاعل مع امتحان مع إجراء إداري راجع بين قوسين الوزارات العدد غير راجع للهيئات ولا لمكتب الجمعية ولا المجلس الوطني بحكم أن المجلس الوطني للمحامة ما زال ما عندنا شيء تدخلت وتفاعلت مع رئاسة الحكومة في أسراعين من الصوت ونعرر ونصبح ونستفيق على على قرار وزاري أقل ما يمكن أن نقول عليه هو أنه شاد ومعيب قانونيا نعم هنيئا الطلبة هنيئا لهم على نضاليته وعلى المكتسبات المكتسب ليس هو إعادة إجراء الامتحان المكتسب هو قدرة قدرة الأقلية الشعبية على أن تركها الأغلبية بين قوصين الحكومية والمؤسستية هذه الصورة صورة رائعة وإن كان أن النتيجة هي إجراء غير قانوني وغير سليم كون أن نتيجة التفاعل مع بلاغات رئيس الحكومة بلاغة الواسطة كان على سيد وزلات على رئيس الحكومة إلغاء الامتحان وإرجاعوا الحالة على ما يتع هذا هو الأمر كون أن ترفضون إجراء الامتحان ما هي الملاحظات لكم على هذه المسألة؟ المسألة رفض المحامين للامتحان أعطتها الحكومة والإعلام التابعة له على أن المحامين في إطار واحد الشعباوية رسمية لأن الشعباوية رمجة غير عند الأحزاب السياسية ولا المؤترين ولا البرلمانيين ولا المحامين ولا الناس الذين لديهم الكلمة الشعباوية كانت الشعباوية رسمية وكنا قلناها في قضية الجباية وقد تكون في مجالات أخرى هذه الشعباوية محظى المحامون ليسوا ضد ولوج أبناء الشعب ونحن من أبناء الشعب إلى مهنة النبلاء ولكي نخرج من المنطق القيمي والفلسفي للهيئة لديها مصلحة في أن يليجى أبناء الشعب لكو أن هناك أداء للخرار فلا نقلب الجدالية ونزيف الواقع نحن ليس ضد ولوج أبناء الشعب وأقول لأبناء الشعب من هذا المنبر أنهم مرحب بهم في الدفاع ومرحب بهم في حمل الرسالة الكونية ومرحب بهم في حمل الرسالة الحقوقية ولكن واقع الحال أنا أنا نقول لك شنو اللي كين هو أن رسالة الدفاع اليوم لديها خصوصية ولديها إعادة أو رغبة في إعادة اعتبارها من حيث الجويد والتكوين والتعليم وإرسال الأعرف والتقاليد والمضي قدما نحو مهنة حاملة لما يكفي من المؤهلات كي يكون الدفاع موازيا لباقي فرقاء لباقي فرقاء العدالة وشن هو المدخل المدخل هو المرور من الامتحان إلى المباراة المدخل هو إنشاء معهد عالي للمحامات معاهد جهوية أيضا أو المعاهد جهوية قلنا نفكروفصية كان خطأا فادحا أن يكون الإعلان على الامتحان الأول قبل دخول حيث في القانون المنطب للمهنة أو تعديل بعض مقتضيات القانون القديم وقلنا لا بأس وتصارعنا ذخل مؤسستنا وتصارعنا مع الحكومة والنضالات للمحامين كان من أهم الحراكة التي عرفها البلد من أجل التصديع إلى 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 ما يمكننا أن نسمي الإنحراف السياسي والإداري والحكومي في هذا الباب كنا نتجنب نتجنب الصداع كان لهذلك الامتحان أن لا يكن حتى أن نرتب البيت الداخلي وأن نرتقي بالمحامات للدرجة العالمية وللدرجة الدولية وللدرجة المبدئية التي يتعرف عليها الجميع ألا وهي المعهد وألا وهي مبارسة ضيعتوا هذه الفرصة في الامتحان الأول في النسخة الأولى نحن لعشية نسخة ثانية كيف ممكنتم كمحامين وكهيئات وكجمعية تعالوا مع أهل المستجددة؟ واش الفرصة اللي ضيعتوها في النسخة اللي ولغة ضيعها في نسخة ثانية؟ بمعنى سيتانسيخ الفيسيو هذه الحلقة تذهب بالدفاع وبالعدالة وبالبلد إلى الأسوأ وإلى منطق تكريس صارطان الرداء حتى من داخل أكبر جهاز حيوي بالنسبة للسلم المدني والاستقرار الوطني ألا وهو العدالة؟ الدفاع هو جداح من أجنحتي العدالة وصانع للحق لا يمكن أن نتعامل معه بتبخيس فالامتحان تجاوزنا منطق الامتحان نحن نمر إلى منطق المباراة لذلك كيف أن الحكومة تتعامل مع أبناء الشعب بهذا الاستخفاف وبهذا الاستسار؟ تريد معالجة إحصائية من حيث الشغل وتعطي لأبناء الشعب الفرصة لتجاوز أهلية لممارسة مهنات معينة ولكن هل توفر لهذا الشباب معاهد التكوين؟ هل توفر لهم استقرار الشغل؟ لأن الأهلية لا تضمانوا الشغل والأهلية لا تضمانوا التكوين هل أنتم ممكن تتكلموا على هذا المطالب هذا؟ هل لديكم قدرة ذاتية؟ أم أنه الجسم المهني والنقابي دي الميناء مترهيل هذه السنوات؟ طبعاً هل ممكن تتكلموا الآن على القدرة الذاتية؟ نحن ليس في مقاربة نقابية نحن هيئات تستمد قوتها من القانون نحن مرفق عمومي قررت دولة في إطار ملائمتها مع المعادة الدولية مع تصور معين للعدلاء أن تمنح الهيئات الاستقلال المالي والداتي والتأديبي وأحياناً القضاء في بعض الأشياء أو في بعض الملفات من أجل تدبير مرفق معين ألا وهو مرفق الدفاع فلذلك لما تنفرد بإجراء امتحان الولوج فهي يبقى لها الصلاحية والحق في التحكم في العدد والتحكم في الولوجية والآن هي تتطرق أو تذهب إلى مقاربة ما يسمى بإغراق مهنة الدفاع لأن مهنة الدفاع تمثل سلطة مضادة وسلطة تأثيرية منافسة للسلطة الاعتمارية سلطة الاعتمارية كما نعلم وهي سلطة تنفيذية والقضائية والتشريعية فالدفاع هو أولاً سلطة مضادة وثانياً سلطة تأثيرية حامل لرسالة حقوقها والمنحة التحكم العالمي والنيوليبرال العالمي ذاهبون إلى هذا الطرح الإضعاف الدفاع من حيث الإمكانية الاقتصادية من حيث المنافسة الغير المشروعة من حيث الإغراق نحن لا نقول على أن أبناء الشعب غير أكفاء بالعكس قوتنا من المشروعية الشعبية وتلك المشروعية الشعبية هي التي مكنت الشباب على نجاح وانتزاع مكتسبات من هذه الحكومة الشيء الذي فشل فيه 18 ألف محامي في الثلاث سنوات الأخيرة نعم أثبتنا دوتانا في السحر وعالمة علمت الحكومة على أن لعمنا مر وصرعة العلماء في اختزالنا في حرفة معينة أو مهنة صغيرة ونصف المحتوى الحقوقي والسياسي لهذه المهنة فهذا لن نقبل به وفعلا النصف الحقوقي والسياسي لهذه المعنى الذي تريده الحكومات المتعاقبة تلقى صدى وحلفاء من داخل الجسم المهني الذين يكرسون الوعي المزيف في الفصل مثلا على سبيل المثال ما بين السياسي والمهني الذي تلقى حلفاء في إطار تمرير بعض الإجراءات الحكومية المضرة بمهنة الدفاع ومن بين الإجراءات الحكومية هي الامتحانات الأخيرة كان الامتحان الأخير أيام وزير الحزب الحاكم اليوم ونسان الحزب الحاكم اليوم هو مكون لجميع الحكومات المتعاقبة الذي أدخلته لوت الناسامة كنا 12 ألف ونسان 17 ألف في ظرف السنة بجرة قلم بجرة قلم ماذا هذا هذا عار؟ اليوم يمر الامتحان في ظرف يناقش فيه المحامين إعادة النظر في قانون المهنة إعادة النظر في الدبلومات إعادة النظر في الولوجية إعادة النظر في الامتحان للمرور المباراة إعادة النظر في المعهد وفي خضمي وفي فترة هذا النقاش نأتي ونجعله امتحان لماذا هذا؟ إذن الغرض هو الإغرق لا يوجد شيء غرض آخر يمكن أن يكون بعض الأغراض شخصية لبعض المسؤولين لا أستطيع أن ندخل فيه أنا اللي تهمني هو ما تصور الحكم بالنسبة لهيئة الدفاع إذا كان نموذج صهي خاليجي لإعدام مهنة الدفاع إننا نعرف أن دول الخاليج ما فيها شيء إلا لها ما فيها شيء كده أولا الكيان الصيوري هو المؤاور هو رئيس البرلمان الوهمي هيئة الدفاع هيئة الدفاع تنتمي لك يا المستعمير فأي رسالة حقوقية لك هذا هو النموذج فليتكون للحكم الشجاعة الكافية لإلغاء مهنة المحامة وكفى المؤمنين شر القتال أما نقول لي بحلت شيء جاجة كيري يشوف فينا غير بشوية غير بشوية والمظاهرات والإغراق والإفساد هذا غير مقبول هذا غير مقبول هناك شجاعة سياسية من طرف الجميع كانت الطلابة شجاعة سياسية انتزعوا مكتسب لديكم النية في إعدام هذه المحامات أو اختزالها في حرفة المرجوع إلغائها بمقتضى القانون وبلورت حرفة جديدة هناك المحاماتية في جيناتها تحمل السياسة كما أقول للزملاء المتمرنين في جيناتها السياسة لما ترافع عن نزاع شغل لك ترافع على الجدل ما بين العمل ورأس المال لما ترافع على مستحقة واحد المرأة مطلقة ترافع على واحد المنظور من الأسرة لديك رأي لديك خلفية إيديولوجية فبذلك هاد الناس هادوا شوية يرخفوا على هذا المهناء لأننا نلمسوا في الحياة اليومية تعامل مع المحامين في الجلسات تعامل مع المحامين في الإدارات تعامل مع المحامين في كل المرافق ولكن تظل المحامات يعني هي المحامات وحملة لرسالة الدفاع فهذا كان إجراء شاد وحق أريد به بطل من طرف الحكومة وكان على الحكومة أن تلغي الامتحان توصيات السيد الواسط أو تفاعل رئيس الحكومة أعلنت على خروقات في ذلك الامتحان كانت أن تكون لها قبل الشجاعة التي تكلمت عنها لإلغاء مينات المحامات لأقول الشجاعة هي تلغي ذلك الامتحان لا تلغي ذلك الامتحان السيد بيجون شكرا لك مرحبا كنت معنا مبارك الوضوح مرحبا شكرا لك مرحبا شكرا لك